تعد أهرامات الحطية أحد أشهر المعالم الأثرية الواقعة جنوب البلاد ويرجع تاريخ بنائها إلى عصر الحضارة الجرمنتية التي ازدهرت قبل 2500 عام في الأوينة الأخيرة تعرض هذا المعلم للإهمال وبات عرضة لأعمال العبث والتخريب كما عملت فيه عوامل التعري عملها ما أثر سلبا على جمليته وإحنا هذا المعلم الأثري كان يعج بالسواح كان السواح ما شاء الله يجوا متبركب بهم لكن الآن في هذه الأوقات والسنة اللي مضت يعني قلت السياحة وقلت حتى الاهتمام بها كموقع سياحي مهم جدا فأصبح فيها عتب على الصرقات وبع الحفريات أظن منهم أن نلقوا في شيء ولا حاجة بالأثار فأنا أتمنى أن نصلح الأثار والله من الدولة والله من الأخوة المهتمين بالأثار أنهم يشوفوا هذا الموقع وكثير المواقع بالوادي هنا تعيش بها مناطق سياحية وأثرية جيدة يكونوا المدخول ثاني للدولة أو الثالث مكتب السياحة ببلدية أوباري أبدأ استعداده للتعاون مع جميع الجهات المختصة والمهتمة بالأثار لصيانة هذه المعالم الأثرية التي تمثل تاريخ الحضارة للجنس البشري تم صيانة ثلاثة أهرامات فقط وإن هذه الأهرامات تحتوي على غرف للدفن وتعرضت هذه الغرف أو هذه المقابر إلى سطو من لصوص وهذه الأهرامات تبلغ طولها حوالي أربعة أمتار ونطلب من جهات المختصة سواء كان هيئة السياحة بسرعان أو تسريع في صيانة هذه الأهرامات والحفاظ عليها أهالي المنطقة يناشدون الجهات المختصة وعلى رأسها وزارة السياحة الاهتمام بصيانة وترميم هذه المعالم كونها واجهة للسياحة الداخلية ومقصدا للعديد من الزوار ترجمة نانسي قنقر